لافتة وضعت قرب بيتها المتهالك لتذكر الخيرين والمعنيين بحالها الذي بات يسوء يوما بعد يوم منتهى عبدالصاحب يتيمة الأبي ولها طفل صغير بلا معين تحتاج إلى إجراء عملية مكلفة لاستبدال كليتها المتوقفة صار لسنة ونص على الحالة أغسل بالاسبوع أربع مرات ومرات يعني تضطر اليوم أغسل يوم يصعد ماء على صدري أنا أشد الناس الطيبة أنا أشد المرجعية أنا أشد الحكومة بأن يلتفتون على حالتي أنا حالتي دسوء يوم عن يوم وأبوي متوفي وعندي طفل واحد مو الخاطر خاطر طفلي بأنه أرجع لسالمة بجهود الناس الطيبة وأزرع عملية عملية تتكلف 65 مليون والدتها هي الأخرى لها هموم مرضها السكر المزمن الذي تركت علاجه وانشغلت بعلاج ابنتها ناشدت يوما معها من جيرانها ميسوري الحالي والمسؤولين النظر في حال ابنتها الشابة المهددة أبوها متوفي لبنية وبس أنا يعني عندهم ما عدي حتى وعين ما عدي ويعني كروة بيني يوم ويوم أنا 15 أذب بس يعني بس كروة السير عدا علاجها عدا يعني شغلاتها وفالبنية تعبان حين وضحها تعبان وأني يعني ما عدي وأني والله العظيم مريضة وراتبي 200 ألف يعني حتى علاجة أنا جلطتين وضغطوا السكر عفته في سبيل أنقل حياتها نطالب الجهات المعنية والمراجع بمساعدتها اليتيمة خطية لا أب وأمها تعبانة همين بها الأمراض همين مزينة وحالتهم تعبانة وحالتهم مرتلها ونطالب مساعدتها كلياتها ووقفات خطية نينات إلى كل من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا توجهت هذه الشابة بمناشدتها عسى أن تجد من يمد يد العون لها باب انتظرت من يطرقها وبيده بشرى علاجها وشفائها فحال منتهى الصحي يتدهور يوما بعد يوم وتكاليف عمليتها تحتاج إلى المعيل من صلاح الدين فراس الحسني أتصغير ترجمة نانسي قنقر